موسيقى 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 من داخل المدينة يتطربوا يتعطلوا في وضع مجموعة الخطوط يفردوا في وضع التذكيرات المشكلة هي الانخيرات من المشكلة في البطاقة التضبط لماذا نرفضها؟ النقطة الأولى يعني البطاقة المنخيرات ليس من سهل أن تستفيد من هذه البطاقة يعني يوضع مجموعة الشروط لكي يستفيد من البطاقة المنخيرات الثاني حاجة يعني الطالب يكون ملزم أنه يخلص كل شهر هذه البطاقة لكي يكمل العام ونحن نعرف بأن مجموعة الفتارات الطالب يكون فيها إما في الدار أو بريباري ما يجيش للجامعة هي المتحنة ديالو كي يضطر أنه يخلص هذه البطاقة ونحن يجيش للجامعة المحاولة ديال الدهس ديال أحد المناظرين الاتحاد الوطني عن طريق سائق ديال الحافية بشكل إرادي حاول أنه يدهس أحد المناظرين اللي كان ممكن يقتله يعني هنا كان ندوب هذه الممارسة البلطاجية في حق المناظرين الاتحاد الوطني طربة المغرب وفي حق الطلبة وكان نحمل المسؤولية الرئاسة ديال الجامعة والمجلس البلادي والمجلس الإقليمي يعني في الحل ديال هات الأزمة ديال النقل وفي تعاطي رجاد دوا المسؤول مع المطاريب ديال الطربة اليوم أتدفع في الحب الوطني بالنسبة لي مزعرين مزعبين لذلك هناك طوبيس من مهدية لأيض نزعون الوطني أتدفع في حال 6 ومزعا ثلاثة 30 موضوع وكيف تستطيع أن يتصل هناك طوبيس مهدية لذلك هناك طوبيس من مهدية ويجب أن نحن أبداء بعض المعارضة ويجب أن يتدخل نحن نرى بمهم الطريقة في حيوانات ويجب أن يكون الأعينة ويجب أن نحصل على العينة ويجب أن تنحن علينا لأننا نحصل على هذا الريفاق لكن لا نحصل أي شيء نحن نحن أمام جامعات بنطوفيل أمام الخيزانة الجامعية نحن نرى أن الطلبة يومون من 60 طالب من 60 طالب في طويبس واحد وفي حين أنها كائن يعني طويبسات ووقفون في الترمينيس وقفين زعماما بدون عضر بدون هذه بدون هذه. علاقة بالحادث اللي وقع يوم الاثنين مساء فكان يعني آآ عادي خطوة نضالية هنا في آآ أمام يعني المحطة ديال الطوبس كانت خطوة نضالية يعني احتجاجية على تردي الخدمات وكذلك يعني آآ النقص المهول اللي كيعني وهي الحافلات هنا من داخل جامعة منوطوفيل جديد مرة أخرى الجهات المسؤولة على رأسها رئاسة جامعة منوطوفيل والمجلس البلدي والمجلس الإقليمي وشركات فوغال أنها تحمل المسؤولية وتفتح يعني حوار جاد ومسؤول مع المناظرين تعالتحاد الوطني لانطلبات المغرب والطلبات تع جامعة منوطوفيل يعني من أجل تحقيق جميع المطالب العادي لون مشروعة وعلى رأسها يعني تخفي تمن تلكيرة وكذلك يعني الرفع أسطول الحافلات وكذلك يعني الرفع الخطوط اللي كضربت للجامعة وكذلك يعني الوقف تعتع السوفات اللي كي يمرسوها بعض السائقين وكذلك المراقبين نكن نجيو هنا يا للجامعة كالقوا أنها الطلبة كيتضرب شكل كبير خوصاً أننا عندهم محاضرة خاصوا يحضرون لها خوصاً أننا على مشارف الامتحانات على بداية الامتحانات ومجموعة من الحويجات الامتحانات الرئيسية اللي كان ناضلوا لها لقب النقل الجامعي أولاً نقطة ديالتامن أخير المعطاف كيفما عارفين أنها الطلبة طلبة مولد الشاب ما عندهم مش وحد المدخول اللي ممكن أنه عن طريقه شركة تستمر في الجيوب ديالها ديالها الطلبة ففي أخير المعطاف فراها عارف الواقع الجميع اللي جينا منه وعارف مني جينا فبالتالي كتلقى أن الشركة تستمر في الجيوب ديال الطالبة تمن اللي هو خيالي من حي الجامعي للجامعة كتلقى لتدراهم أنا أكثر من 64 ألف طالب في جامعة ديال ابن طوفيل وثلاثة ديال الطوفيسات شي غادي شي جاي وكتلقى أنها كذلك حتى المؤاملة ما ينسوش هاد ناس أنهم يتعاملوا مع الطالبة اللي هو في آخر المعطاف فيه أشبه متقفة من داخل هاد المجتمع كيجيبوا لك الكنترول من بعض البلايس يردالي لغا ما وقع هاد يومين طالب مو ناضي ديالتي حطين طلبات المغرب كيحتج على النقل الجامعي بحكم أنه النقل الجامعي كان ذاك ساعات بمكتد وطوبيس كان عامر وما إلى ذلك من الشفور يشوف هاد الحالة يريكلامي ولكن باش تكون ذاك الممارسة ديالأنه يدوز طوبيس ومن هنا من خزانة الجامعية يحتل الرئاسة وهو تبع الرافق وكل ما كانش الرافق كيرجع باللور ورا حادث ما حادث لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس اشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر